موسيقى الخوف بشكل دائم يعني الناس باقي عند التابعة للخوف والزلزل باقي الناس يعيشها حتى الان عندما تكون واحد ضار مثلا رايبة تقول رايبة تخرج على براءة ولكن عندما تصنع انها تطح وخيف من اشتاء انها تجي وخيف من بزاف ديال التابعات يعني تعيشها ذاك الرعب يعني تكون الناس متقطرين بزاف يعني تكون واحد المشكل الذي يعيشه الساكينة دورتلات على غرار الساكينة دورتلات المشكل اللي كان هو وفي الدائر من اللي كانت دخول مثلا نعطي الصورة بوضوح من اللي كانت دخول دورتلات تقريبا الى المنطقة دلتلاتلات كاملة كي يبال لك انه الدورة مكيش المشكلة مكيش المشكلة يبال لك الدور الواقفة ولكن الداخل يعني الناس يعني روما عنهم كيبقوا في الدور كي طيبوا عندهم المشيات ديالهم يعني متطرين انهم بنار يبقوا في الدور يعني كي غامرة ولكن بالليل الناس لا يوجد في الدور إلا استثناءات قليلة أمرا المشيات ديالهم ويقوموا في الدور إلا اغلبية تقتر من 90% تركيبتهم على بره والإشكال اللي كانت من خلال من خلال النقطة هو الإشكال ديال الخيام واني أنا نضرع لدور ثلاثة دلارة اللي كان نضرب الاسم فيه خيمة واحدة ديال ثلاثة كتناس فيها ما يفوق من عشرين مرة ما يفوق من عشرين مرة وفي الدور كاميرا كانت 990 أسرة اللي كانت 990 أسرة خيمة واحدة يعني غير كافية حاليا في هذا الجو يعني مدام ما كنا نشتاء الحال دافي شوية يعني الإنسان يعني كي 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 نقوله في حالة الحالة ديال إطمئناني يعني النسبي ولكن نحن نفكره يعني في حالة أنه جاءت كانت الرعدة يعني هؤلاء المسار كانت تسألوا وكانت تمنى يعني إن شاء الله تكون عرفاً باش نشير هذه نقطة دي كانت مشكل ديال الخيام ولكن تمنى أنه إن شاء الله من اللي تكون تكون تفتال هذه المنطقة وكون خيام كافية اللي ممكن يلجئوا لهم هؤلاء المسارة يعني تكون أقل يعني كما نقوله ملائمة يعني لحد الآدنى اللي ممكن يلجئوا لها في حالة كانت شتاولة كانت شرادة وهذا التكرار هذه الارتداد كي خلق جو عن الرعب عن الناس؟ من طبيعة الحالة و الرعب كما قلت لك كيتزاد نهار يعني يعني المرعب يعني يعني لغيرها السكينة يعني لا تتخلصوا منها يعني باقي الناس يعني من هذه المشاكل و يقولوا الحمدلله لك لحالة سلكينة ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر